اشتركوا في القناة واجه مزرعين التفاية حاجة اسمها حفار الساق حشرة بتدخل جوه الساق تحفر فيه تباوز لنا الساق واذا الساق باز اعرفوا ان النبات كل باز طب ايه رأيكم بقى ان الموضوع ده محتاج حل وحل جزري ومش بس كده احنا النهاردة حنقدم لكم ضربة قاضية مش بس الحفار الساق لحاجات كتير او حنتعرف عليها بعد فاصل قصير تابعوا ورجعنا لكم اعزائنا مشاهدين مع الضربة القاضية اللي هتخلص على حفار الساق بالاضافة الى مجموعة الحشرات المصر الساقبة والحشرات القشرية اللي ممكن تكون متواجدة على التفاح رب ارحب احديك واتعرف بيك مرحب بيك يا فانديو مصعد نصر مع كافلين حاجة مصعد احنا عايزين نتعرف من حديك على علامات دقيقة جدا لموضوع حفار الساق يعني ايه المصابة شكلها ايه بتبقى خرام سقوب نشافان ايه بالزبط تمام حفار الساق ده في التفاح يعتبر من من اخطر اه انواع الاصابات اللي بتظهر في التفاح واخد بالحضرتك اعراضه انت بتمشي وانت بتمر في المزرعة بتلاقي بعض اشجار بدأ فيها اجزاء مش كاملة يعني شوشة بتاع فرع القمة النامية بتاع الفرع بيبدأ يظهر عليه اعراض زبول من فوق ورقة صفرة طبعا ما بتبانشي اه يعني بصفة اه مستديمة قوية يعني ايه بصفة مستديمة قوية يعني بتلاقي الفرع يبدأ فيه ورقتين من فوق بيبدأ بالزبول بتاعه ونزل تحت فلازم هنا انت كراجل مزارع بتمر في المزرعة لازم تشوف المصدر بتاع الاصابة دي فبنبدأ نخش في قلب الشجرة من جوه نلاقي فيه اكل نازل من الفرح اه برادة خشب كده اه فطبعا بناءا عليه البرادة دي مدام نازلة بنازلة فيه كده فيه حفار ساق ماشي في قلب الشجرة بيوصل لحد الكمة النامية فوق فبيوقف الوسارة الواصلة فطبعا دي مشكلة خطيرة ان ما خدتش بالك منها يا ممكن تدمر لك المزرعة فطبعا بدأنا بدأنا جربنا كازا حاجة مفيش نتيجة ولجأنا للصنف اللي هو الجاون هو مادة الاميدا فطبعا بدأنا بالتعليمات بتاع المهندسين اه اللي موجودين معانا ارشادونا ان احنا نسحب الفدان خمسمائة جرام بالفعل سحبنا لخمسمائة جرام بعدها وقفت معنا الاصابة بتاع الحفار الساق بعد كده اكتشفنا ان هو جاب باقي دقيقي حشرة اشرية اي حشرة موجودة في قلب المزرعة بعد سحب المنتج بحوالي تلاتة اربعة ايام اصبحت مش موجودة. جميل جدا. طب خلينا نشوف بس لنعرف الناس بالموضوع. اه الحج دلقتي يعني ادانا نصائح غالية جدا زي ما احنا قلنا كده وعرفناكم هي الضربة القاضية. يعني خلصتنا على حفار الساق خلصتنا على كل الحشرات اللي كانت موجودة على الشجرة. طبعا هذا المنتج هو منتج زي ما الحج قالينا كده تركيزه سبعين في المية موجود في كيس الاصفر اللي فيه العلامة الصفر اللي هديرك شايفين هدية. لو جينا نهز الكيس كده هنسمع صوت المنتج وده معناه ان الكيس ده بيمنع رتوبة تماما عن اه المادة الفعالة اللي جوه. مش بس المادة الفعالة المادة الفعالة والمادة الحاملة وكل المواد اللي موجودة في هذا الكيس من احسن المواد ومن اجوادها. وده دايما انشعرنا في شركة سباير جودة عالمية باسعار المحلية. دايما تابعونا لمشكلة جديدة وحل جديد. جاون سبعين في المية مبيت حشري يؤثر جهازي له القدرة على اختراق انسجة النبات والجذور وذو خصائص انتقالية من النباتات الى انسجة الجذور ومن المجموعة الجذرية الى الساق واوراق النبات ويستخدم لمكافحة الحشرات الثاقبة الماصة الضر بالنبات. يحتوي الكيلو منه على سبعمية جرام من المادة الفعالة اميدا كولبرايد وهو مبيد واسع المجال قوي المفعول وممتد التأثير وذلك للقضاء نهائيا على سلالات الافات الحشرية المستعصية والتي اكتسبت صفة المناعة من المبيدات الاخرى مثل المن الجاسيد الذباب البيضاء التريبس صانعات الانفاق البق الدقيقي الحشرات القشرية ذبابة الفاكهة الفراش والبيض خنفساء وذبابة فراشة البنجر بمعدل 30 جرام لكل 100 لتر ماء فترة ما قبل الحصاد PHI للبطاطس والطماطم والخيار سبعة ايام لبنجر السكر خمسة ايام وللفاصوليا ثلاثة ايام الموالح وتفاح العنب سبعة ايام متوفر في عبوات خمسة وثلاثين جرام عدد عشرة اكياس في العلبة الواحدة للتواصل معنا اتصل بنا الان على الارقام الاتية ارقام خدمة ادارة المبيعات ارقام خدمة الدعم الفني وما بعد البيع خدمة العملاء على الواتس ااب تعرف علينا عبر هذه القنوات شركة سباير منتجاتنا معدلة صعبة جودة عالمية بأسعار محلية